أكدت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري للأو تي في أن المبادرة التي ينوي بري القيام بها بعد الأعياد أساسها تحرك مبني على ما تم التفاهم عليه في الجلسة التشريعية لأنه يرى أن هناك إمكانية للانتلاق بموضوع الاستحقاق الرئاسي من خلال الاعتماد على الروحية التي اعتمدت في الجلسة التشريعية وأضافت المصادر من الضروري البناء على نهج التوافق بين المكونات السياسية للوصول إلى المساحة المشتركة للجميع وحتى الساعة هناك اتصالات ومشاورات يجريها بري وليس هناك منصيغة معينة أو ألية نهائية لشكل أو طبيعة المبادرة وما سيتم الارتكاز عليها هو القاعدة التوافقية التي رشحت بالتزامن مع التمديد لقائد الجيش وقالت مصادر رئيس بري للأو تي في ردا على سؤال حول ما إذا كان التوافق الذي حصل حول اسم قائد الجيش في موضوع قيادة المؤسسة العسكرية ممكن أن ينسح بحول الاستحقاق الرئاسي قالت المصادر ما من أحد يستطيع أي الدعية أن هناك حتى الآن ظروفا فرضت نفسها في موضوع رئاسة الجمهورية ومحاولة البعض تغريب اسم على آخر في غير مكانها وأي مبادرة سيقوم بها بري ليست منطلقة من زوايا محددة إنما من مساحة مفتوحة للجميع لأن الأمر يتطلب فتح باب النقاش أمام كل القوى السياسية وأضافت المصادر أنه في موضوع رئاسة الجمهورية ما من أرضية توفقية لأي من المرشحين وطبعا سليمان فرنجي لا يزال مرشح الثنائي لأنه ليس مرشحا ظرفيا لهذين الفريقين إنما ترشيحه يأتي عن قناعة وهذه القناعة لا تزال حتى اليوم ولم يحصل أي أمر جديد يغيرها وحول ما إذا كانت زيارة رئيس سيار المرادة سليمان فرنجي لقائد الجيش العماد جوزيف عون تحمل أي إشارة محددة أجابت المصادر بأن العلاقات بين الناس أمر طبيعي لا أكثر ولا أقل دعونا لا نكثر التحليل ولنكن أكثر وقعية ختمة المصادر في هذا الوقت رأت مصادر حزبية رفيع في 8 أذار عبر الأوتي في أننا ننتظر ما سيبدأه الرئيس بر بعد الأعياد عله يستطيع أن يجد نوعا جديدا من الطلاق والحوار بين اللبنانيين بعد كل ما مررنا به على أمل في أن يلاقي قبولا من بقية الأفريقاء للوصول إلى صيغة تفتح بابا لانتخاب رئيس الجمهورية ولفتت المصادر إلى أن هناك شخصية حزبية حليفة قالت على مساميعها أنها ستتعاون في مخصص اتصالات الرئيس برري لأن من يستطيع أن يجمع الأفريقاء لمخالفة الدستور عليه أن يتمكن من جمعهم لتطبيق الدستور وانتخاب رئيس مع العلم أن أي موعد لم يحدد بعد لعودة الموفد الفرنسي جون إيف لودريان إلى بيروت